اهلا وسهلا المميمة ديولي وصحابة الزوينات كديرين لبس عليكم وشك تعودوا امركم زيانة تمنىكم يا ربي تكونوا بخير والاخير وتكونوا ناشطين وفرحانين بولداتكم بوليدكم ومعز عليكم يا ربي في هاد النهار وان شاء الله مكون خاصكم تخير والله يسهل على كل واحدة فينا والله يعطيها مكتمنى في خاطره يا ربي امين قلوا كاملين امين ليسهل علينا كاملين يا ربي بهذا النهار ماين فيديو جديد وروتين جديد كيف ما عودتكم اه صراحة اليوم ماكنش ما ماكنش نوي انني غان نصور قاع نهائيا ولكن قلت بان انا ما مسجلتش فيديو وضروري خاصني غداك اثنين نحط لكم ماكوش فيديو قلت ضروري اليوم نصور هاد الفيديو ممدك الشي اللي كان اللي بسيط كيف ما عودتكم روتيناتي البسيطة ديال بنت الشعب وصابي مم هنا البنات بديت معاكم من بعدها تغدينا البنات عادة مم كي ما قلت لكم هكا بديت نصور لانا ماكنش نوي اليوم نصور وصافي اليوم نعلت الشيطان وقلت ناض نصور والله العادة مم كانش نارات البنات يعني صافي ما كتكونوش قاعدين ديرو التحاجة ولكن لا نبزو على روسنا والنوضو كان قد وشغالاتنا صافينا البنات تغدينا ودس هكا نحوك ديك البوطة كي ما شتوا البنات كانت حالتها مهم مع الفطار والغداء وهذا صراحة كانت حالتها قلت غن نحكها مم غسلت المعنى هكا ديال الغداء وعادة دس هكا البوطة كتواله عرف شي عيفاتني البنات الله العادي مليشيا قلبي دارني قلت غن نحكها وان شاء الله كان دوزة كان وجدوا واحد الكسكروت وان بالنسبة لها البنات بالنسبة لكسكروت ما كان دير الوليدات اذا كشي ديال الضار قلت هكا نصيب هكا الكيكا منهم يديروا منها اليوم كسكروت وان يبقى هكا يدوم عام اه غدال المدرسة مم كيكا بسيطة عادية مهم غنشاركها معاكم وخالبنات رغن ندير فيها الزيج غي قليل كي ما كتعرفوا يعني دك الشي راها ولا التمن خيالي صراحة عن قوليكم الله يصوب وصافي يعني المسكين را لا اله الا الله اه زيج غلي بزاف ويعني المواد الاساسية كاملة نغلاو الله يلطف بنا يا ربي فهد النار وصافي مهم هنا كما كتشوفو مسحت هكا البوطة وغندوز هكا مباشرة اه نوجد هكا اله نوجد هكا نصيب هكا الكيكا وهاتهم معايا ولو وصلتوا هكا لا تنسوش البنات تديروا لي واحد اللايك ولكنتو اول مرة كتشوفوا القناة شاركوا معي في القناة وفعلوا الجرس باش وصلكم كل ما هو جديد وهنا البنات كما قلت لكم عندو زاكا نوجد الكيكا بالنسبة لهنا يا البنات غم ندير واحد تلاشة البيضات ما مضرور كيكونوا بدرج حرارة المطبخ من خرجهم شاكا مباشرة من تلاجهم تسعملهم يلا كان يعني لكن هكا يلا خرجنا من تلاج نديرهم بكا في شوية المدافي مهم هنا غندير شوية الملحة وفاني البنات وغندير هنا يا كاس ديال ساندة كما كتشوفو وغنطرب اه يعني الخالطة ديالي حتى يعني بياض اه يعني تبيض ديال الخالطة بداها كا يتقل ممكن ما كتشوفو هنا يا ربنات راها بدا كا يتقل وهنا البنات غندير واحد المعلقة صغيرة كا ديال الزبدة كما عرفتو يعني راها الزيت كما قلت لكم ما راها غلب اه يعني باش شكت اه اه معاش كي نقولها البنات مو ممدوش عليا عهبيل وداوية اه يعني باش توازن ليا بعض القيت الكلمة المناسبة باش توازن ليا يعني غندير غير بعض كاس ديال الزيت اي زبدة اي زبدة عندكم انا ممبرتين زبدة ديال البواطة سوفو كنا بدن نطرب مزيانة البنات كما كتشوفو اه سوف يزدت واحد يوغورت طبيعي وهنا البنات غنضيف القشور ديال البرتوقال يعني دوك القشورة البنات اللي كنت حكيتوا مع المركز اللي كنا صفينا راكم شو الفيديو ديالو هادو كما اللي البنات اللي استعملت يعني كما قلت لكم راكنت استعملوهما كفا هكا في اللي كاك في الحلويات وهذا مهم ادوك القشورة ما كيضيعوش كيبقوا يعني الصراحة في ما بغيتم كتلقيم صاف هنا البنات اه غنضيف اه ضفت الكاس الليول ديال الطحين وهناي غنضيف الكاس الثاني مهم هنا ضفت غين الصه وغنضيف هنا اه جوش خمارات صراحة كيكي جزوين بزاف وخطرت في غربع كاس ديال اه ديال الزيت صراحة جزوين وجبنين مهم هنا يا البنات غنضفت اه اه نصف كاس الاخر اللي بقى يعني المجموع جوش كيسان ديال الطحين صاف هنا يا الخالط عندي وجدة البنات كما كتشوفو وصاف هناك ناخد المول ديالي مهم هنا قبل ما ناخد المول لبنات زيت واحد لمعلقة اه صغيرة ديال الخل اللي كتعطل واحد لهاشاشا وكتخلي داك داك الكيكا كيجي اسفنجي كيجي رائع مهم هنا يا البنات صاف هنا خديت المول لبنات اللي اللي هندخل الفران خديت هذا هذا الطويلة لبنات كيفما كتشوفوه سافوه هندخل لك الكيكا ديالي الطيب عادية وانطلقو ان شاء الله من بعد ما الطيب نوريلكم يعني كيفاش كيجي هت الكيكا وأخرف بربع كاس ديال الزيت البنات وهنا البنات سوف يطابط لنا الكيكا كما تشوفوا صاف هنا يا قلبتها كف التبصيل وضروري البنات كان دير ذاك الورق لمكيه لصقشك باش نتفاده باش متلصقش ليك الكيكا ديالي وصاف اياها دي شوفوا البنات كيجاز الصراح ما غندي هنها بوالو لان ولادي مكي بغواش اللي بقى كيدو منه ان شاء الله المدراسة وصافيها تشيلي كينا البنات كما كتشوفك جات رائع على البنات بساف والله العادي موجدك المواطقة ديال القشور ديال الليمون جو ورائعين بساف مهم هاكا نشير تحلي شوية ونعود رجع معكم نشارك معكم ان شاء الله العشيوة ديالنا وهنا البنات لسا كان وجد واحد العشيوة البنات اللي ساهلة مالة واقتصادية اه ضغياء ضغياء كيكا توجد مهم هنا اه نقيت واحد وجود بطاطات وهنا كما كتشوفو كنقطع فيهم البنات ترقيق بزاف كما كتشوفو كدما لقيت وكت ترقوها البطاطا ترقوها لاننا هاكا نطيبوها خضر يعني ما غن تسلقوها موالا كما كتشوفو ما متصار حكا تجي هاد يعني هاد عشيوة كتجي زوينة بزاف كيبخلو هات الوليدات لانك كما كتعرف الوليدات اغلبية وليداتناك كيموتو اه على البطاطا كتعجبوهم بزاف اه مهم صاف هنا يا البنات هنقطعها كما كتشوفو رقيق اصف هنا يا البنات هندوزا كندر للتوابل بالنسبة له هنا البنات دفت لها هنا شوية تحمارة شوية اه خرقو معرق هنا يوحد شوية الكامون اه سكين شبير اه شوية البزار وهنايا عندي التوم بودرة اي لما كانش حدكم البنات متوفر تاخدوا حد الفريع ديال التومة تحكو يعني مشي بالضرورة يكون عدكم هاد التوم بودرة وهنايا البنات زيت واحد شوية اللي كيبغي هكا يعني كيبغي شوية الحار قدرت هنا يوحد شوية سودانية او يعني فلفل حارة وضفت هنا يوحد شوية الملحة والقصبرو مع الدنوس وضفت هنا يوحد شوية ديال الزيت زيت البلدية سوف نخلط مع هكا مزيان كما كتشوفو وسوف نخلي هكا على الجن دارو نخلطوه مزيان بيدك بتوابل وهنا البنات غندوز هنا يوحد شوية الفلفلة حمرة كان احسن موما انا ما كانتش عدي الفلفلة حمرة كينا عند دغي خضره موما شو بالضرورة غي قدي تكون لها كانت عدتكم الحمرة كي تكون فيها وحد البنة اللي زوية بزيف موما هنا شوية البنات اوكا وقطعتها المكعبة نقيتها غسلتها ونقطعتها كمكعبة صغيرة موما هنا يوحد شوية تحميره خرقه معرق هنا يغنضيف واحد شوية البصار ونضيف واحد شوية البصار ما عرفش تصوير البنات جاني مضبب في هاد يعني في هاد اسميته كم بديتين وجهت العشو والله يما عارش هنا شوية الملحة هنا هي غنضيف البنات اوكا توم بودرة وهنا هي البنات غنضيف هنا اوحد شوية دزعتر موما عندي هاد زعتر يعني هذا مغسول وعدم كرماها البنات صافي ايه كنجيب واكو كنحكو بين الدية كمشو سوف نضيف هنا واحد شوية دي الزيت الزيتون والله العادي ما البنات ولينا نقيسه الزيت تنخافه منه بقصة من بله انا بعده وليت نخاف منه الزيت بكترة مغلع وليت كنت تقرم عليه وشتو ما بحال يا البنات ولا غي انا بلده كون نفلها هو ساوا منصف هنا يا البنات غنبدا نستفهاك في البطاطا كما كتشوفو كما قلت لكم يعني البطاطا راكن نقطعها كرقيقة سوف يغن نستفها يعني حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي ممكن يمشون يا البنات را قطعها كغيج وزبطاطا شارة فارك الله را خرجت لي يعني تعشو بها كولداتي مخيرين وهنا يا البناتش اشغان نقول لكم تقريبا بحجو جمعين قديو الماء صافي وهنا يدري الطوماتسو غيز مومي لا كانت حتي اي طوماتسو غيز مومان اغيض وفتال ما كانش تديروك كما طايشة ضويورات وصافي سوف هنا يغن نغطع عليها وغندخلها كالفران طيب كالفران طيب مستيسها قطعتها كالفران طيب مومي هنا هادلقطة البناتش نتصورتها لكم مقبل ما نغطعها كالفران طيب مومي ممكن تجي على هاد الشكل صافي وندخلها كالفران طيب ونطلقوا ان شاء الله مبعد ما الطابل هنا الأوكلة ديالنا وهنا العشيوة ديالنا البناتش طابت اغنضيف هنا شوية المعدنوز مقطع هكا كالزين وصافي وكاعدها وحد المطاق اللي زوينا البنات هكا وصافيات الشي اللي كان موم بالنسبة الصراحة كنت من هات القتراح دياليوم من الاعجاب ديالكم ومشي حاجة كبسياتها كتعشي بها الوليدات وصافي تقدروك تزيدوا معاها شليدة ولا تقدروها تديروا بحال هاد بحال هاد هاد هكا بتطف فرر ونديروا معاها هكا تقلوا معاها الحوت وما هي كفكرة وكي بقى لكم تبدعوا كيف ما بغيتو كما كنقول لكم دائما وصافيات ادول الفيديو دياليوم كانت منى انوين الاحجاب ديالكم تكونوا استفتوا منو ولا والقاليل مو مجربوا البنات هذه الاوكلاس صراحة كتجي زوين والله ما عارشش نسميها غراتان ولا شنسميها خلاو الميصريين سنية بطاطس والله ما عارشش نسميها وصافيات الشي اللي كان مو مناية البنات كما كتشوفو ركتجي طايبة البنات كتجي ما نقول لكمش مو ملانا لطاطة كتكونوا هكا مرقينها وما كديش منكم واحد الوقت اللي مكتاخدش هكا شي واق وقت اللي كبير هكا مو مهنا كما كتشوفو هنا يحطيت البنات كما كتشوفو صراحة كتجي رائع بزايف وصافيات الشي اللي كان مبقى لياه اللي نودعكم تلقوا ان شاء الله فيديو جديد ما تنسونيش من اللي لايك ومن التعليقات ديالكم الزوين المحفزون ومن كرهكم شأنكم تبارتاجوا القناة مع الناس اللي كتعرفوا تلقوا ان شاء الله فيديو جديد بإذن الله موسيقى